بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عنوان المحاضرة كما اتفقت مع إخواني الكرام المسلم الرسالي سينم سلاين يلخصان رسالة الإنسان في الوجود المسلم الرسالي الإسلام يرتضاه الله لنا دين أنحمد ربي أثن شكر أقل ذين سلم وانسير مكثخ القيف أذيل ذين سلم خطر بينات في صورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذن لابد أن نرضى بالدين الذي ارتضاه الله لنا ربي فغى أن يذير ذين سلم وإن نديا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعمة نسأل الله دواما نعم وتمامها يروى أن أحد الصالحين كان يطوف حول الكعبة المشرفة قال لك كنت نسمع الناس يدعي وربي سبحانه كل واحد كيفاش يدعي قال لك واحد أبكاني دعاؤه إن يسلغ ليتك الدعاء يعني سرويد واش كان يدعو هذاك الإنسان يقول يا ربي لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك فكيف تحريمنا الجنة ونحن ندعوك حجة إن أسأل ربي في كذلك الإسلام بلا من سوثر بلا من سوثرك بلا من ظلفيك أمشأت حرمزي الجنة أقلاغ أكن السوثر يا ربي لقد أعطيتنا الإسلام ولم ندعوك فكيف تحريمنا الجنة ونحن ندعوك إذن نعمة كبرى خطى الإنسان سمحوا لي ليعيش في هذه الحياة والحياة زائلة الحياة قصرة ولو طالت بل هي أقصر من أن نقصرها يموت الإنسان وبعدين يبدأ في حياة الخلود للأسف خسر حياة الخلود ممكن الإنسان منه يخسر الحياة الأولى هذه يعيش في الميزيرية الأمراض وكذا المشاكل ولكن المهم ما يخسرش الحياة الأبدية حياة الخلود التي تبدأ بالموت كما قال ربنا في صورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فادخلوها خالدين أهل الجنة يسمعوا هذا الكلام واش يقولوا كما يحكي القرآن الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وبعدين أربي تفضل على الناس على أهل الإيمان على ساكنة الجنة فقال فنعمة أجر العاملين معنى لعثاف الممنين أربي صبحانه إسغلثيث لعثاف سنغلثنت أين زرعا ذي الدنيث أثغلثن ذي الأخر الشي اللي زرعوه في الدنيا من الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات أربي جازيهم هو اللي قال فنعمة أجر العاملين أم بعد آخر آية وطر الملائكة حفين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين شوف هذه النهاية اللطيفة البديعة لهذه الصورة المباركة صورة الزمر إذن أيث مثلا الإسلام نعمة نسأل الله دوامها وتمامها ونسأل الله أن نكون من الشاكرين خطر بيناد وسيجزي الله وسيجزي الله الشاكرين وتعلمنا فصلات الإمام يقول سامع الله لمن حمده بعد واش نقول ربنا ولك الحمد بل صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إذن نتدرب بش ألسنتنا تلهج بحمد الله وشكره لكي نكون من الشاكرين ولئن شكرتم لأزيدنكم المسلم الآن الرسالة هنا الخدمة الخدمة الكبيرة رهي هنا في الرسالة إذا بدنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ربي قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر يعني خاتم النبيين والمرسلين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بلغ ولكن نحن كمسلمين كأمة خللنا ميراث ميراث النبوة نحن مطالبون بحفظه بخدمته بتبليغه خط الرسالة اسمها يدل على مضمونها يدل على مقصودها أيش كثافرات ثافرات السوضة مولان سوضيتي فافيس سوضيتي مولانيس الرسالة الجانب الرسالة هنا الامتحان وكلنا ممتحا باش نحقق هذا المبتغى هذا المقصد المسلم الرسالي كيف يكون المسلم رساليين أو متى يكون مسلما رساليين أو ما هي الشروط تحقيق هذا البعد الرسالي لازم له حضور في عدة مجالات نبدأ بالأول الجانب الإيماني هو الأساس الإيمان خطرة ما يقدرش واحد يسمحو لي يقول لك نخدم الخير نعاون الفقراء المساكين تخصني غير الصلاة والزكاة والحج الباقي كم يقولوا الأطباء وعندنا الناس من هذا النوع والشيطان واعر من مكائده هذه يجي الوحد يقول له انت ميخسك وانتقل بك بيض تحب الخير تعاون الفقراء واليتامة والأرامل أما الصلاة وهذه رمضان والحج يعني عندك الوقت وطبعا كين اللي رحت له الدنيا مات ولم يؤدي هذه الفرائض لا يمكن الجانب الإيماني هو الأساس جميع النبوات والرسالات تركز على هذا الجانب الدليل ربي قال في صورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى قراءتان إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني يعني يكو يمشقعا إذي شقع ربي صبحانه يمشقعا يمولهن تالسا هدات البشرية هذا هو الأصل الجامعة بين جميع النبوات والرسالات أكن ملا الأنبياء والمرسلين ذي شو دنان ربيون ربي يون أوريسعي أشري إذن هذا المجال الجانب الإيماني هو الأساس هو أساس تحقيق هذا البعد الرسالي والآية كثيرة إياك نعبد وإياك نستعين وفي سورة البقرة آية الكرسي الآية ماتين وخمسة وخمسين من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم والآية التي تاليها الآية ماتين وستة وخمسين من سورة البقرة لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لن في صاملة بالمناسبة الآية هذه عجيبة ممكن فهمها بلغة النفي والإثبات فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله نفي لا إله نفي تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إثبات تساوي تساوي إلا الله يعني هذه الآية هي التي تترجم لا إله إلا الله لا إله نفي إلا الله إثبات لا إله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إلا الله إثبات النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقة لن في صاملها حبل حبل الله المتين الذي لا ينقطع وكذا مرار نسيذ يا ربي أوريزميريونثيزم الآية واضحة صورة البقرة الآية ميتين والستة وخمسين والآيات كثيرة نمس فهم الجانب الإيماني ذاين ثم نروح الجانب التعبدي الجانب التعبدي لا يمكن المسلم يكون رسالي إذا كلم يكن حاضرا في هذا المجال بالمناسبة ندعو للمحسن الذي بنى هذا المسجد أسأل الله أن يبارك في إيمانه وفي تقواه وفي صحته وأهله ورزقه وربي بارك في جميع المحسنين الذين ترجموا معنى قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه صورة الحديد الآية السابعة ربي يدي قار أنفقوا لكن قارن مزولا أغيفك ربي إيمان السن يلبي يغفى السن ربي يعطينا الأرزاق والأموال وربي يسخرنا ويوفقنا باش ننفق خطر ما الفائدة أن الإنسان عنده المال وما ينفقش في سبيله والمال مال الله ابتداء وانتهاء فقط الإنسان يتملك المال مؤقتا أي واحد يكسب المال مؤقت الجنهار يموت وكيموت يورثوه الورثة والورثة الجنهار يموت يورثوهم الورثة هذا يورث هذا لذلك سبحان الله في صورة الحديد الآية السابعة ربي قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه زيد ثلث آيات الآية العاشرة أربي قلنا جميعا ولله ميراث السماوات والأرض حذاري اللوزينات المصانع والسيارات وضراهم والبانكات كل شيء والأراضي والإحوانة كل شيء رحل ربي ذنسا الورث الحقيقي ولكن موارثنا تنتقل بيننا مؤقتا إن يسو زيش ومغار الحكيم إن يستموث استفديلي مولان ثموث استفديلي مولان معنى الأرض الأرض راي تغير الملاك الأرض هي هي ولكن الملاك يتغيرون وكل واحد يجي دورا تاعه ولله ميراث السماوات والأرض إذن جانب التعبود مهم كي قل تعبدي إياك نعبد وإياك نستعين أربي قال وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون صورة الذاريات الآية ستة وخمسين أربي أغدقار خلق سر الوجود سألة مهمة والله يرغيظون الناس لما عبدوش ربي والله يرغيظوا عبر التاريخ البشري إياك أبو ماضي زمان صاحب الطلاصم صاحب الأدب الذي قررت الأدب العربي هو وغيره يعبر عن حالة الضياع التي يعيش هالإنسان لمهوش موصول مع ربي واشقل اسمه إليا أبو ماضي في الطلاص من تاع جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود هل أنا حر طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود لست أدري المدينة ولماذا لست أدري إنس لست أدري شوف يعرقس وفريذ أكي قرن يعرقس وفريذ شوف الإنسان كيمشي في الحياة تروح لكاش مدينة أو لكاش قريعة ويروح لك طريق أبغى وحد يأتي مثلا في الزنت نغش ريح أنا أربو عنده سكيم يعني ما عرقس وفريذ يدور 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 التي طرح هالك طرح الفلاسفة عبر العصور عبر العصور إجاباتها في الوحي الطاهر بسألة مهمة جدا هناك أسئلة اسمها الأسئلة المحيرة البعض منها طرحها إلي أبو ماضي في طلاسمه ولكن أربي ناد سمعت صورة الذاريات الآية ستة وخمسين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن جانب التعبدي كيف يقول جانب التعبدي العبادات من النوع الخاص أو من النوع العام الصلاة والزكاة ورمضان وكذا إلى آخر هذه كل الحج هذه عبادات مخصوصة ولكن كل عامل يدير الإنس لوجه الله فهو عبادة ينال من خلال ذلك أجرا المهم تكون النية كما قد ربي في صورة الأنعام الآية مية واثنين وستين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان الله آية تلخص هذا وحي هذا كلام الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إذن المسلم الرسالي لازم يكون حاضر في المجال الثاني وهو المجال التعبودي أذي عفظ ربي وذي الظل وذي الظم وذي عشر كل شيء مضبوط يعني مرة في مؤتمر عالمي تلقينا مع بعض الشخصيات لمشي مسلمين يعني واحد منهم صدقون قال كلاما عجيبا طرف وش قال قال كياسة عندكم يا مسلمين عندكم كل شيء مسجم كل شيء منظم يعني خطر سمع سمع في الملتقاء في المحاضرة إلى آخره وش تحبكين الجانب الطربوي الأخلاقي يلا صرف قال أخلاق وكذا الجانب الطاعة والعبادة بين الصلوات إلى أخر ركوع سجود قبل ذلك الوضوء وكذا عدد الركعات وكي اسمع قضايا المال الزكاة خلع قالك الزكاة آن عاميه والذين في أمواله بحق معلوم للسائل والمحروم صورة المعارج الآية 24 والآية 25 وبعدين وين طروح الزكاوات طروح الثمانية أصناف راهم في صورة التوبة الآية رقم 60 إنما الصدقات أي الزكاوات للفقراء والمساكين والعامين عليها وكل واحد عنده تبريرات شيء عجيب واسمع كلام عن المواريث كيف الآيات الآية السابعة وما بعدها من صورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالد والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالد والأقربون إلى آخر مما قل منه أو كثور نصيب المفروضة وبعدين سمع ثلث الربع السودس ما هذا لماثماتيك داخل مفهوم حتى الآية التي شرحتها لهم للناس قطمنا الآية هذه لا تفهم إلا بلغة المعادلات بالرياضيات فإن كنا نساء فوق ثنتين فلهنا ثلثة ما ترك قبلها يوصلكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق ثنتين فلهنا ثلثة وإن كانت واحدة فلا النصف أو رب يذكر دوتيير ثلثين يذكر النصف لا يمكن أن تفهم الآية إلا بالمعادلات ذات المجهول الواحد لا يمكن لكي تلقى النصف زائد إكس يعني سين يساوي دوتيير يساوي الثلثين ما يجاوب أصحاب الماتيماتيك أصحاب الباقي خاصة الترمينار يلا مشي الأساتذة السؤال ما تروح ما نكمل شخص تجاوبوني النصف أندومي زائد إكس ولا سين يساوي دوتيير يساوي ثنين على ثلاثة وهذه الآية الآية هكذا قالت نعودها نعطيكم فرصة التفكير يوصيكم الله في أولادكم للذكار مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق ثنتين فلهن ثلثة ما ترك ما معنى دوتيير معنى الثنين على ثلاثة وإن كانت واحدة فلها النصف معنى واحدة على الثنين أندومي سفي الآن معادلة نسوغها لك الآية النصف زائد سين مجهول إكس يساوي دوتيير ثن على ثلاثة يلا ما يلقسين هذا المجهول من غير الأساتذة خاصة صحاب الباك صحاب الترمية يعني يشوف الله يبرك كل الشرائح حضرة نسوغها لك نسوغها لك الله يبرك فيك الشيخ يلا اجتهد ولو يلا قلوا الجواب ما هو المجهول هنا صبورة ما كان شيخ عبد الرزق هنا باش ننجش قولوا يرضوك الآن خلاص المجهول مفتوح للجامع يلا شاركوا واحدة على ستة عندك عشرة على عشرة نبروك عليك عشرة على عشرة صحيح كنجمعه النصف أندومي زائد السودوس ندير توحيد المقامات العلاقة بين ستة وثين هي علاقة التداخل علاقة التداخل تقتضي أن نأخذ العدد الأكبر وبعدين نقسمها نلقاها وبعدين نلقاها اربعة على ستندي والاختزال اختزال اربعة على ثين يساوي ثلين ستة على ثلين يساوي ثلاثة دوتين إذن هذه الآية لا يمكن أن تفهم إلا بالمعادلات المهم الحكاية طويلة هذا كل الإنسان كي يسمع يتبع 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 قال يا سعدكم يا مسلمي عندكم وحد الدين في كل شي خطرك اسمع كل شي اسمع على الفلك على الجيولوجيا على الماء على حياة البشر كل شي طبعا في ملتقى في ملتقى في ملتقى ولكن هذا الإنسان المفاجأ بعد الملتقى بيوم شهد لا إله الله محمد رسول الله وطبعا هؤلاء لا يعتنقون الإسلام هكذا عاطفيا إلا بقناعة وصدق الله إذ يقول في صورة فصلة الآية ثلاثة وخمسين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق إذن المجال تعبود نروح إلى المجال الثالث المجال القيمي الطربوي الأخلاقي القيم المسلم لا يمكن أن يكون رساليا إذا لم يكن زارعا أو حارسا للقيم أمفلاح أفلاح وي زرعيت وي لقميت أمفلاح 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 لا يمكن زرع زرعان لا يمكن زرع تجور الخير أربح أدس يفلاح ويض أذي القم أكا هذا هو الآن المسلم الرسالة يكون زارعا للقيم يكون حارس القيم والقيم هنا إشكال كبير كبير بزاف نبي أصلاة السلام لخاصة ذلك في حديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية أخرى للبخاري في الأدب المفرد الرواية المعروفة هي هذه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كين رواية أخرى للإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث ميتين وثلاثة وسبعين إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق إذن عدنا روايتان مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق القيم أي قيمة قيمة الأخوة ثجمت الوحدة ثذكلي ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى الكرم حاتم الطائ تسمعوا به كامل في الجاهلية خلد ذكره لأنه كان متعلقا بهذه القيمة وكان حارسا لها مضرب مثل أشين حاتم الطائ يتوسن ذا كرمي رغم أنه لم يكن مسلما الوقت هذاك ما كانش الإسلام ما زال يعني هو عاش قبل الإسلام وطبعا حكاية أيضا حكاية مهمة جدا ومثيرة ولطيفة جدا وحتى الفورو عن ساع أيضا عندهم أثر في الإسلام والحمد لله دور كبير نغد حاتم الطائ عرف بالكرم أليس كذلك والكرم قيمة من القيم قيمة من القيم لذلك حتى المتنبي شاعر الحكمة قال كما كانش شاعر في الدنيا رددت أشعاره في الحكمة كما المتنبي ما كانش أبو الطيب المتنبي يلقب بشاعر الحكمة هو اللي قال كرم تجلى في كلامك ماثلا ويظهر عتق الخيل من أصواتها طبعا المحسنات الموجودة في هذا البيت كثيرة جدا كرم تجلى في كلامك ماثلا ويظهر عتق الخيل من أصواتها إذن يكون القيم من قارك لي فالور القيم فقيل قذلي معنى المسلم يبدن يكون حارسا لها عليش قال النبي الصلاة والسلام الحياة وشعبة من الإيمان الحياة الحياة كلما صرى انهيار ودمار لا حول ولا قوة إلا بالله الانترنت وسيلة وسيلة لا تتعلق بها الأحكام ولكن الاستعمال السيء للتكنولوجيا دمر الكثير من القيم دمار دمار كبير إذن كيف لننتبه المسلم الرسالي إذا أذي حارب شوية أو في ثواغي في ثقاثة قطران ذيثو ذرث النب نتشاثي غري ثم قرانت نتشاثي ثم قرانت ثم قرانت إن شاء الله ويربيه ولكن ننتبه بالإنسان المسؤولية جميعا كلكم راعين وكل راعين مسؤول عن رعيته هذه الرواية من رواية الحديث المتفق عليه ولكن رواية تبدأ ألا كلكم راعين إلى آخرها عدة روايات لهذا الحديث والمعنى واحد ضياغة دين يقبل لي المسلم الرسالي هو اللي يكون حاضر في هذه القيم يكون يغرس يحرس ينبه أبوها يثل عراض أكي قارن زيكي إمغارا أبوها الممنين هذه نداءات الاستغاثة أبوها الممنين أبوها يثل عراض متى نسمع هذه الأصوات انتعى الاستغاثة كي يكون هناك مظالم ومظار ومفاسد إذن المسلم الرسالي لازم يكون حاضر في الجانب الطربوي الأخلاقي حارس القيم زارع للقيم وقل المجال الثالث المجال الرابع المجال الاجتماعي المجتمع احنا عايشين مجتمع الإنسان اجتماعي بطبعه مدني بطبعه بمعنى الإنسان لازم يؤدي الواجبات التي تبرئ ذمته باعتباره منتميا إلى مجتمع يون إساثة وشوت إساثة وشوت الأسرة الأسرة انتعود تقول لك عندك واجبات لازم تقضي ولازم تدير كذا ولازم كذا ولا لا لا كلنا عندنا التزامات عائلية واللي عايشين في الحومة الحومة عندنا التزامات في الحومة ولا لا لا هاي قولك غدوان ديرو النظافة أنززدي الحومة ما تقولش خاطيني إذا مت واحد ما تقولش خاطيني تحضر الجنازة إلى لصاحب عذر طبعا هو فرض كفاية وهكذا فرض الكفاية والحمد لله الشريعة واضحة كل شيء إذن هذه التزامات بحكم انتمائنا إلى الحومة الجامع في مسجد عثماء بن عفان في زين تايا إخلاص عند الالتزامات توجه هذا المسجد التزامات توجه مسجد بلال بن عرباح من السجد وعمر بن خطاب كل مساجد خطر رأنا في مساجد النظافة وكذا وكذا نعمروها هذه كلها التزامات زيد نطلعوا شوية ننتمي إلى بوعندس أو كان التزامات بخصوص انتماء البوعندس ننتمي للصطيف للجزائر للوطن اسمه الجزائر زيد نوسعه ننتمي إلى الأمة يا خيال ربقل إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وربقل وكذلك جعلناكم أمة 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 وسط صورة البقرة الأيامية وثلاثة وربعين وبعد ربقل لتكونوا شهداء على الناس معنا ما تكونوا غيبين لازم تكونوا حاضرين وهنا البعد الرسالي يتجلى واضح ربا دقار ولقالت غاذم أنتم تنتمون إلى الأمة زيد نوسع شوية نحن ننتمي إلى البشرية إلى الأسرة البشرية ربا دقار في صورتي الحجرات الآية ثلاثتاش وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وش من الخلاصة نخرجوها تتعدد التزاماتنا بتعدد انتماءاتنا تعدد الالتزامات بتعدد الانتماءات سفي البعد الاجتماعي هذا كبير أو ماشي هذا مشطوح ومقار مليح زيد كي يقول البعد الاجتماعي مساعدة الفقراء والمساكن مرحة إن شاء الله مقبئون على رمضان نسأل الله أن يبلغ نار رمضان وعلى بلكم العام الخيري موجود طول العام ولازم يكون طول العام أربي قال ما قالش ديول الخير في رمضان لا لا في رمضان تنشط هذه الطاعات كثر وحتى في العبادات الخاصة التراويح وقتش نصليهم ليحط رمضان وقتش نقاول القرآن بزاف عموما في رمضان طبعا كان بعض المجتهدين يقاول القرآن طول العام ولكن معظم الناس القرآن في رمضان أليس كذلك هذه العزيمة وهذه الإرادة قوية في رمضان في رمضان ينقال القرآن طاصي وزلط روحة طاصي إلى آخره وهذا شي طبيعي وحتى العمل الخيري في رمضان ينشط بسم الله ما شاء الله تدريب تربص عملي تطبيقي على مدار شهر في الطاعات والقربات والأعمال الخيرية إلى آخره ولكن ربي واشقال في صورة الحج الآية السبعة والسبعين قال وفعلوا الخير ديروا الخير وحلف الدرجة وقل لها أخذ ذم الخير أخذ ذم الخير تكمل الناس قال دير الخير ونساه أخذ ذم الخير في صوت أخذ ذمه يوذ من ربي يخذ سمسي الآية مياه وثين وستين من صورة الأنعام قل إن صلاتي ونسوكي ومحي وممتي لله صفي ربي سبحانه الحديث إنما الأعمال بالنيات يوذ من ربي ولكن ربي سبحانه بشي حبب الخير لينا قال وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ومقاش مشيوا نخطر الخير نخطر جماعة كين دولوا عمل جماعي تكون البركة أكثر أتسي للبركة هذه الخير أكثر وين يعيان ويضصفك نفوذ وهذه موجودة كان لي دار الخير دار الخير دار الخير يجي نهار يقولك ما نزيد ندير الخير بلك سمعتوا هذا الكلام أو كان لي يقولك ما نزيد ندير الخير نبقى على خير الخير كين تقولوا علش يقولك بزاف أو ندير فيهم الخير وما يستعرفوش ها مسكين رحت له ما رحت له أو كيف تستناه إخي درته لربي حبس إذن لا تنتظر ما تقولش درت الخير وما استعرفوش ما تقولش هذا الكلام هذا مدخل خطير يخليك ما تدير الخير لا تتوقف كي تخدم مع المؤمنين اللي يعياه يقولوا أولتساقوا استمر ذلك ربي قال في صورة المائدة الآية ثمانية وربعين فاستبقوا الخيرات وأيضا تكررت الآية في صورة البقرة زائد مئة مئة وثمانية وربعين في صورة البقرة فاستبقوا الخيرات يسارعون في الخيرات آيات فيها التسابق فيها التسارع ما تشيد يرديل الخير لا المنافسة الشريفة في العمل الخيري هذا البعد الاجتماعي لازم يكون على ما يبقاش فاقر يتألم والله لك أن انطبقوا واشقال ربي ونبي والله ما يبقى فاقر في الدنيا في الكرة الأرضية هذا كلام علمي نتيجة دراسات أنت علماء الاقتصاد والخبراء علم الإحصاء تلقى باللي ما يبقاش يكون فاقر إيه ولكن بإذن الله ما ينزمش يوصل للنتيجة عن اليأس خطر كين فقراء يأسه أو كين فقراء مؤخرا وحد بنادم عرض الكيل ينتعو بشي بيعها هذه الزاليس هذه الزيوث أنا عميه خطر كين يبيعوا للأسف يبيعوا الأعضاء البشرية نحن في الدين حرام في الإسلام حرام وليش ولا يزنزن هذه الزنزن ينزد فيك ربي خاطر وليس يتشغل بنادم بي أس دي طاشي كيريثة هذا البعد الخطير لهذه الحركة التي يسرق لفولدورغان يسرق الأعضاء وكذا والذي يبيع الأعضاء هذا أمر لا يقبل ولكن كين نس ليوصلوا لهذه النتيجة للأسف الشديد لذلك فلنحذر العمل الخيري ماذا بك يكون ناشط يكون قوي ولازم يحافظ على كرمة الإنسان نؤكد على هذا المعنى في كل مناسبة المحافظة على كرمة الإنسان أمر لازم مشي وحد يدير الخير ويتعدى على كرمة الإنسان لا الإنسان مكرم ربي قال في صورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم أمذان يسعى الحرمة يسعى الكرمة ولقارف لذلك تعدي فلاس حذاري التجريح ولو بالعمل الخيري مرفوض قطعا قطعا إذن المسلم الرسالي إنس الماقي يملنس الرسالة ونذي ليحضر في هذا المجال الاجتماعي بجميع فضاءاته مجال الإصلاح نتكلم عنه أيضا شوية المجتمع كل المجتمعات البشري عندهم مشاكل سعني ثلوفة اسم خالف نفس ليسة في ليسة حدود أنت منه وانا منه وكذا حصر وكان اللي عندهم خلاف على الأرض على ثلثة على عشرين سنطين يلقوا روحهم في المحاكم عشرين سنة في المحاكم بالخبرات بالخبرات المضادة وروح له على جيل عشرين سنطين ولله ميراث السماوات والأرض ذكرنا الآية العاشرة من سورة الحديث ولكن فغال العقل أمذن مفغيث العقل ممكن يقطع الأرحام هذا يزم الأرحام يشارك ذو مثلا قرني مغارا لنقذ فطن تركا لنقذ فضا تركا المفروض الورثة يقسم التركا ولكن كان تركا قسم الورثة رحوا بشي يقسموها يقسمتهم ولو لا سورة الأرحام ولا شيء حجيب والشيخ محمد الحسين الفلسية عفور بي إنه يستنغن مدناغ في الموث وراء الزريح دويت سيلان إن كني تراج الموث لقرار نقذ زهيوان كلام وجيز حكيم يبين يعني كيف يتعامل الإنسان مع هذه الممتلكات بلا ما يفغيث لها قل بلا ما يروح الصراي بلا ما يخدم الفثنة بلا ما يخدم الشوال أقول البعد الإصلاحي المسلم مطلوب يكون حاضر بقدر الإمكان أي حاجة نقولها بقدر الإمكان رب قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها رب نزاع مشكلة باش انقلوا بالمشاكل موجودة في كل وقت حتى في عهد النبوة موجودة في عهد الصحابة عادي والدنيا فيها مشاكل حتى تنتهي الدنيا هذه من خصائص الحياة وجود المشاكل مناش في الجنة أرنف الدنيا ولكن ربي يمتحننا جميعا سورة الملك الآية الثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بعدك قالوا يا رسول الله صار نزاع في قبا واش قالهم اذهبوا بنا نصلح بينهم اذهبوا بنا نصلح بينهم ما قالهم ش روح انتم يا الصحابة لا لا هو هو امام المصلحين وامام المرسلين قالهم اذهبوا بنا نصلح بينهم والحديث صحيح خرجه الامام البخاري في صحيحه رقم الحديث الفين وتسعمية وثلاث وستين اذا واش دير الانسان يدير واش يقدر وذي عملية الامام وطالبون والحمدلله راهم يدير الصلح جزاهم الله خيرا الاعيان اعرضيا من قارث قبالي امذن عرضين عرضين ذوين سنتفرون ذوين سنت سحزيفا لا عرضي بين قوسين وان كان هذا الامر في الحديث يعني حينما ظهرت حركة الوضع في الحديث هذو كل يكذبوا على الرسول صلى الله عليه سلم شحال حديث مكذوبة انطق واحد قالوا يا امام هدر معه عبد الله بن المبارك معروف يا امام هذه الاحاديث الموضوعة شو سينا ان يستعيش لهالجهاب ذا ادفك ربي اعرضي من يخدم السنة خدام السنة موجودين حتى تنقر الدنيا في كل زمان ربي يسخر في هذه الامة المرحومة والحديث الذي خرجه الامام احمد في مسنده ان امتي امة مرحومة رقم الحديث تسع الاف وخمسمية وخمسين مدى امة مرحومة اذن ما كيش الخوف ولكن لا بد من عمل قل لا خوف هذا الحديث يعطينا الامل مرنسي الحديث تلوين رجال نساء صغار كبار كلنا مطالبون بالعمل الاصلاحي بقدر الامكان اذن هذا المجال الاصلاحي المجال الاجتماعي والمجال الاصلاحي هو فرع من هذه الفرح وكيف المجال الاخر المجال الدعوي المسلم الرسالي لازم يدعو إلى الله ما يقول انا مسلم سبب انا نصلي ونصوم المهم نسلك رأسي لا لا سلك رأسك سلك رأس تاع الاخرين ادعو الى سبيل يا ربك ربي اللي قال من غلا امشي دينا ربي ذي صورة النحل وصلت الى الخاتمة اندى ربي ذي صورة النحل الآية مية وخمسة وعشرين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنات وجادلهم باللتي هي احسن والآن الدعوة الحمد لله كان يدعو بالدروس الدعوة بالسلوك الدعوة بالانترنت الدعوة كل الوسائل الوسائل لا حكم لها كما يقول السادة العلماء المهم تستخدم الوسائل من اجل تبليغ هذه الرسالة بقدر الامكان وكل في مجاله وربي والنبي ناد بلغوا عني ولو آية البعد المجال الأخير وهو المجال العلمي ذاغ المسلم الرسالي إلى قذيف كازالي ثموسني ما دين ثموسني كل شيء العلم ما هو مربط بمجال معين لا لا ربي قال اقرأ باسم ربك اللي يقرأ في الفلك الله يعينه واللي يقرأ في علوم البحار الله يعينهم واللي يقرأ في علوم الجيولوجيا الله يعينهم البيولوجيا والطيب والتاريخ والجغرافية والآداب والشريعة والقانون والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس كل العلوم كلمة وإقرأ باسم ربك المهم الضابط أن يكون العلم متصلا بالله إقرأ باسم ربك والي إقرأ باسم ربك العلم إذا اتصل بالله عمر وإذا انفصل دمر كيف هو والي العلم عمار أو دمار كل يونه يخدم تزمر فيس إذا كان المسلم كان حاضر في هذه المجالات فقد حقق المقاصد والغايات هذا هو المسلم الرسالي أسأل الله أن يجعلنا كذلك كلنا أن يجعلنا كذلك مسلمين إن شاء الله رساليين وأن يتقبل من الأعمال الصالحات وأن يبلغنا رمضان اللهم الهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته